اشتركوا في القناة احمده سبحانه على ان اقام في ازمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلة واحمده على ان جعل في هذه الامة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من نوأها ولا من حربها ولو جتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل الى الهدى ويبصرون بنور الله اهل العمى ويصبرون منهم على الاذى فهم احسن الناس هديا واقوامهم قيلة احمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه واستعين به استعانة عبد علم انه لا رب له غيره ولا اله سواه واشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه واستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهدى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة اشهد بها مع الشاهدين واتخذها حجة عند ربي الى يوم الدين واشهد ان الحلال ما احلى وان الحرام ما حرمه وان الدين ما شرعه وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واشهد ان محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبة الذي لا ينتق عن الهوى انه الا وحي يوحى ارسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق اجمعين ارسله الله على حين فترة من الرسل فهدى الى اقوام السبل وجاهد في الله حق جهاده حتى اشرقت شمس رسالته على الاقطار وبلغت ما يبلغه الليل والنهار فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وارضى اللهم عن خلفائه الاربع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اهبازلنا مع المحبة وكنت قد تكلمت مع حضرتكم قبل ذلك عن حب العبد لربه تبارك وتعالى احبابي كنت تكلمت معكم عن هذه المحبة وقلت لكم ان هذه المحبة هي اصل الدين وان العبد لا يذوق ابدا حلاوة الايمان الا بعد ان يحب ربه تبارك وتعالى بل بعد ان تكون محبة الله سبحانه وتعالى سابقه لاي محبة وقلت لكم ان هذا القلب لا ينعم ابدا ولا يلتذ ولا يذوق حلاوة الدنيا فضلا عن ان يذوق حلاوة الاخرة هذا القلب لا يسعد ابدا ولا يصيبه من السعادة والسرور والنعيم الا بعد ان يحقق محبة الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم لله ضره لانه لا شيء احب القلوب من خالقها وفاطرها فهو الهها ووليها ومولاها وربها ومدبر امرها ورازقها قال رحمه الله فمحبة الله تبارك وتعالى فمحبته نعيم النفوس وحياة الارواح وسرور الانفس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون فليس للقلوب السليمة ولا للارواح الطيبة ولا العقول الزكية احلى ولا الذ ولا اطيب ولا اسر ولا انعم من محبته سبحانه وتعالى والانس به والشوق الى لقائه قال والحلاوة التي يجدها العبد في قلبه بذلك فوق كل محبة وفوق كل حلاوة والنعيم الذي يحصل له بذلك اتم من كل نعيم واللذة التي تناله من محبة الله تبارك وتعالى اعلى من كل لذة هذا هو الذي سيحصله العبد من وراء حبه لربه تبارك وتعالى فماذا لو احبك ماذا لو احبك الله سبحانه وتعالى كيف ستكون الحياة ماذا لو احبك الله سبحانه وتعالى كيف سيكون حال قلبك ماذا لو احبك الله سبحانه وتعالى كيف سيكون جوالحك ماذا لو احبك الله سبحانه وتعالى كيف ستكون هذه الحياة ماذا لو احبنا الله وانت اختي الكريمة ماذا لو احبك الله سبحانه وتعالى يا ترى إيه الثمر التي ستحصل لنهم وراء محبة الله سبحانه وتعالى لك الله سبحانه وتعالى جعل أسمى علاقة وأفضل علاقة وأعلى علاقة تربط بيننا وبينه سبحانه وتعالى جمعها ربنا تبارك تعالى في كلمتين حيث قال الله تبارك تعالى يحبهم ويحبون يحبهم ويحبون هذه العلاقة التي تربط بيننا وبين ربنا تبارك تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا أن نكون ممن يسعون لتحقيق رضا الله في الدنيا فيحبنا الله تبارك وتعالى ماذا لو أحبنا الله يا سورة ما هي الفائدة التي ستعود علي من وراء أن يحبني ربي تبارك وتعالى وأنا أقول كثير كثير والله العظيم لو أحبني ربي عز وجل لعصمني لعصمني من الفتن لعصمني من الذنوب لعصمني من المعاصي تعالوا كده نعد هذه الأمور سويا ومع كل فائدة أجنيها أنا ومع كل ثمرة أجنيها أنا من وراء حب الله عز وجل أضرب عليها دليل من القرآن ومن السنة علشان نعرف سبحان الله إحنا أدي إيه أحبابي أدي إيه أحبابي ضيعنا في العديد من الثمرات والفوائد اللي ممكن إحنا نجنيها في الدنيا والآخرة بسبب أن الله سبحانه وتعالى قد لا يحب إنسان وأدي إحنا بالفعل هناك من الثمرات علي جدا لو أحبنا الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى ابتداء أن يمنى عليه وعليكم جميعا بحبه سبحانه وتعالى ابتداءا لو أحبك الله لاصطفاك لنفسه كما اصطفى موسى لنفسه واصطنعك على عينه واشتباك لمحبته كما اجتبى إبراهيم عليه السلام واستخلصك لعبوديته كما استخلص يوسف عليه السلام وصخر جوارحك كلها لطاعته وجعل همك الانشغال به وجعل لسانك منشغلا بذكره وجعل جوارحك منشغلة بالعبودية له سبحانه وتعالى لو أحبك لعصمك لو أحبك لعصمك قال النبي صلى الله عليه وسلم وردب النهاردة ولو ألم ونبدأ نكتب ولو ألم ونبدأ نكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل خد بلك إن كل حديث النبي أول فيه قال الله يعني راعي سمعك فالمتحدث هو الله سبحانه وتعالى المتكلم هو الله الذي سيعطي هذه التعليمات هو الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته علي هذا عبد محب يسعى لتحصيل حب الله عز وجل يسعى بالفعل أن يكون هذا العبد محبا لله سبحانه وتعالى هذا عبد يحب الله فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى خد بالك برهن على حبه لربه تورك تعالى بالمصارع إلى فرائد فيقول الله عز وجل في شأن هذا العبد المحب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب حتى أحب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها إذن سيسخر الله سبحانه وتعالى كل هذه الجوارح لطاعته سبحانه وتعالى لو أحبك صدقني صدقني حتى لو كنت على معصية لو أحبك الله سبحانه وتعالى سيحصم هذه الجوارح من الوقوف في معصية الله سبحانه وتعالى لو أحبك لقربك إلى طاعته لو أحبك لجعلك خالصا له سبحانه وتعالى لا أحبك مهما كانت الشواغل من حولك تدعوك إلى المعصية مهما كانت الأسباب من حولك تدعوك إلى الوقوع في الفتن مهما كانت الشواغل من حولك تدعوك للبعد عن الله سبحانه وتعالى إلا أن الله سبحانه وتعالى سيعصبك من كل هذه الأمور لأنه يحبك علشان كده بقول لأهل المعصية والله لو أحبكم لعصمكم وبقول لأهل الطاعة والله ما أنتم فيه من فضل وما أنتم فيه من خير ما هو إلا محر فضل من الله سبحانه وتعالى عليكم لأن الله أحبكم فلما أحبكم عصم كل هذه الجوارح لطاعة من المعصية ولتكون هذه الجوارح خالصة له سبحانه وتعالى سبحان الله أما هؤلاء الذين لا يحبون الله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يكلهم إلى أنفسهم يكلهم إلى أنفسهم اسمعوا معي علشان درس النهاردة قلوا مقارنات قلوا مقارنات لو أحبك الله عز وجل لعصمك هذا عبد أصرف على نفسه شاب أصرف على نفسه ولكن سبحان الله أنا على يقين أن بداخله خير لسا الأخوة الآن بيذكروا لي قصته قصة عجيبة جدا شاب على معصية شاب بعيدا تماما عن الله سبحانه وتعالى ولكن أنا ما زلت أجزم أن هذا القلب فيه من الخير الشغائق الكثير سبحان الله في الأوقات اللي الناس فيها بتقبل كلها على طاعة الله سبحانه وتعالى زي ليلة مثلا 27 وغير ذلك كان هذا شاب بعيدا تماما عن الله سبحانه وتعالى بعيدا تماما عن الله سبحانه وتعالى لدرجة ان في هذه الليلة كل